رغم أهمية طريق بلدة سوف الواقع شمال جرش إلا أنها تشهد وقوع حوادث متكررة لعدم توفر بنية مرورية سليمة تعد طريق بلدة سوف الواقعة شمال جرش من أهم طرق المحافظة لكنها ورغم أهميتها تعاني من سوء بنيتها التحتية وضيق الشارع طريق سوف هناك يحتاج إلى إعادة تأهيل وبنية تحتية للشارع بكامله لأن الضغط المروري عليه كبير جدا نحكي عن مطبات خالي من أي إشارات إرشادية لها نحكي عن المفروض أن يكون هذا الشارع بتفصل الجزيرة وسطية حتى يخففه من ضغط السير الذي يشهده هذا الشارع بدها إعادة الصيانة للحفر الموجودة فيها وبنطالب جهات المعنية أنها توفر إنارة بالطريق كونها الآن صارت في عليها حركة بعد إنشاء المستشفى العسكري الطريق تؤدي كذلك إلى أهم المواقع السياحية وتربط ما بين محافظتي جرش وعجل وتمر بالمستشفى الأمير هيا العسكري كما تصل المحافظة بالعاصمة وتشهد وقوع حوادث بسبب عدم تجهيزها ولو بأدنى مستويات السلامة المرورية طريق تخدم سوف والمناطق المجاورة لها ورشنا ورش الصيانة بعد انتهاء الموسم المطري الحالي تقوم بجولات تفاقودية على جميع الطرق ومن ضمنها هذا الطريق وإن شاء الله العمل الجاري لعمل الصيانة اللازمة له وضمن الموازنة سيتم التخصيص أو بتعاون مع مجلس المحافظة لدراسة إمكانية التخصيص لإنارة لهذا الطريق أيضا ورغم مخاطبة أهالي المنطقة للجهات المعنية برفع جهزية الشارع ليكون طريقا يتناسب مع الحركة المرورية الشديدة التي يشهدها حيث يعمل مواطنون أن تستجيب الجهة المسؤولة لمطالبهم حرصا على حياتهم